بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم معكم أخوكم وأنا سيد دفاعي طبعا هذا شرح اليوم حولي نانو 5 ومشتركي ايرث لينك حصرا اللي يعانوا من انقطاعات اليوم حل إن شاء الله يفيدكم ويفيد الوزرية اللي لياكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا نحن نجي نفتح النانو 5 طبعا هذا الإي بي هذا الاسم أنا مغيره نجي نفتحه طبعا نذا تريد ترسة الراوتر ولكلاكل طبعا تعرف شون الإعدادات الرئيسية طبعا أنا هذا خالي انس 201 فتحنا نجي هذا هسه هذا قدامكم الراوتر طبعا الافتراضي الراوتر الافتراضي قبالكم نجي من هذا الاسم انغيره أي شي تخليدتها أي اسم انغيره احنا المشكلة مهنة لا اسم ولا ولا نتورك اذن الكلوكلات تعرفوهم هذا تغيير تأتي على الادفانس اللي عنهم مشكلة الانقطاع طبعا تجي زايد الباور زايد الباور هاي اول خيار تخليه نجي نوزي فلاور تخليه صح هذا صح نخلي عليه هذا نخلينا صح وهنا الاتاريت قدنا نقلنا نتحكم بيها قدنا نتخلها الاتاريت مثل خال مقسمها 24 18 أنا خالها 24 نجي عندنا دائما بتسو vertical او او هاي معناها يعني لا هو هورزنتل ولا هورتزنتل ولا هورتزنتل حل وسطي هاي بس اكثر شي vertical عمد شارع عمودية صير تجي من هنا تغير الاعدادات من هنا سوى apply تغير تجي تجي تبحث على الشبكة اللي تكنك عليها اللي كانت تريد تخليها براحتك الكل تبث complete and test من هنا تضغط عليها سوي log and apply هاي من نانا عندك تشينال تتحدد تشينال أنا هنا بسوي access point سوي station سوي apply هاي طبعا هذي الشرح الجلز الاول حول النانو والشرح الثاني هميا سنشرنا على يوتيوب وعلى الفيسة شاركها حول الراوتر اعدادة الراوتر عمد ليصير الفصلات وتقطع طبعا حدثوا اخر تحديث 404 404 هذا تحديث زين والشركة اخر الثاني اخر الثاني اخر الثاني 2018 حالة تحدثوا حالة تتم بابراشكم تجي من هنا تطلع لتريدة مثل هذا ns 64 تكنك عليها وتطلع لشارع عادي ديفولت يصير طبيعي قلت لك هنا الداتا ريت تتحددها 24 او تريد تخليها الشيء للأوتو تتحددها بنما خلها اوتو 24 24 اتمنى يعني الفيديو عجبكم واتمنى نار رضاكم تحياتي اخوكم انا سيدة فاعي